دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليابان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يمثل إنحيازا للجانب الصحيح من التاريخ جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده أبو الغيط بنادي صحفيين اليابانيين في إطار مشاركته في أعمال الدور الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقد في توكيو تناول أبو الغيط خلال كلمته تناول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والمأساة الإنسانية التي ندكت عنها فضلا عن الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها ولحالة الأمن الدولي والاقتصاد العالمي